منذ 24 عاماً يعمل المعلم علي في مهنة التدريس لم يتوقف حتى اللحظة رغم ما مرت به البلد من أزمات اقتصادية بفعل حرب الحوثيين التي ألقت بظلالها على حياة التربويين تقلص دخل المعلمين بفعل انهيار العملة وعدم انتظام صرف المرتبات مشكلات تؤرق المعلمين وسط الأوضاع المعيشية المتردية حال المعلم أصبح أنه لا يقهله أحد الراتب حقير لا يسوى شيئاً أيضاً معيشته للإيقارات أصبعنا أنه فيه فرق كبير من ما كنا عليه وأصبحنا اليوم تأتي مناسبة اليوم العالمي للتعليم وأكثر من ثلثي المعلمين في البلاد لا يتسلمون رواتبهم منذ سنوات وتمتنع ميليشيا الحوثي عن صرفها وفي مناطق سيطرة الحكومة لا يتجاوز راتب المعلم خمسين دولاراً ومع ذلك فإنهم يستمرون في تأدية واجبهم المهني والأخلاقي تجاه الأجيال ويعيشون على قيد انتظار لفتة مسؤولة من الجهات المعنية نحن نطالب أنهم ينظرون إلينا نظرة معيشية على الأقل أننا نعيش في وضع مستقر في وضع مطمئن في وضع آمن يعني راتبنا اليوم صار لا يفي بأدنى أدنى شيء حالة التعليم في أسوأ حالتها من كل الجوانب فبحسب إحصاءات أممية فإن نحو ثلاثة ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة و2900 مدرسة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي و27% من مدارس البلاد خارجة عن الخدمة خلال السنوات الأخيرة عملت ميليشيا الحوثي على إضعاف التعليم من خلال تدمير بنيته التحتية والسهداف التربويين وتجنيد الأطفال وغيرها واقع تعليمي متراجع ولن يزيد في المستقبل إلا تراجعا في ظل استمرار الحرب أيمن قائد أيمن شباب تعز